المخرج الكبير أستاذ مجدي أحمد علي السينما حاليا ليه بطلنا نمتج أفلام تاريخية؟ دولة لما مثلا تقول أنا هدعم الفيلم التاريخي هتلاقي ميت واحد يشتغل فيلم تاريخي أنا هدفع نص منزينية الفيلم التاريخي لأنه مهم الاستثمار في الثقافة وفي الفن الاستثمار مغري يا جماعة ما هواش قصدي مصمر ما هواش يعني مش إنفين مش مرمي في البحر ده بيجيب نتيجة مهمة جدا يعني أنت لوقتي كل ما نزينق في أي حاجة نجيب النص لصلاحة دي اللي هو يعني يفلس الست اللي اسمها أسيا اللي أنت جيته يعني إنما عايز أقول إنه النوع ده من الأفلام الأفلام الغنائية نفس الحكاية أنت عايزة لوقتي تطورت أو شكل الفيلم الغنائي فعايز دعم فضيع جدا أفلام الأطفال ما ده ما فيش فيه نجم كبير مين الأطفال مين لا هيروحوا وبعدين زي ما انت شفتي وإحنا تكلمنا الأسرة مقتش بتروح يعني الأسرة تخجل حتى نتروح السينما بقى جمهور السينما نفسه اختلف بقى جمهور عبارة عن العمالة الزائدة أو الولاد اللي راحين مع أهليهم في المول وسينمات المولات غالية مش ممكن يعني لا تحتملها أي أسرة يعني فكرة المول نفسها أنت دخل المول ومعاك ناس فأنت بتشتري بطاطس وبتاعك يعني جزء من المحلات بالزبط أو تسيب الولاد بدل ما يعودوا يلفوا معاك تدخليهم السينما والتخذيهم يعني بمعنى ما بقاش فيه ده اللي هو جو بتاع الحي ده اللي هو جو التوجه للسينما كالسينما ده مش هيتخلق غير بقولك الدايرة لازم كلها تبقى مقتل بصناعة كاملة صناعة فيها الاهتمام بكل العناصر فيها فكرة الدعم للأفلام المختلفة لأنه ساعات حتى فيلم يبقى تجريبي عليك تدعمه فيلم الأطفال فيلم غنائي فيلم تاريخي فيه أنواع من الأفلام المهمة اللي لازم الدولة توقف جنبها بشكل من أشكال الدعم وده يبقى مقالب يعني حضرتك مع توجه أن الدولة لابد أن تساند فن السينما بالضبط والإنتاج السينمائي لأنه طبعا فيه أقوال مغيرة بدايما تتكلم على نرجو إبعاد الدولة عن لا أهيما أنا بقولش تنتج أنا بقول تدعم 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 لأنه الإنتاج فقلا هي التجربة ما نجحتش قوي وإن كانت تجربة الخطاعة العام تجربة عظيمة ما عادش يقدر يقول إنها تجربة يعني في جزء منها عظيم وفي جزء منها الحياة يحتاج إلى قاعدة رؤية طبعا كان بيعمل حاجة أفلام حرف به عشان يشغل الناس بتاعة الأفلام البسيطة والرخيصة لكن اللي عايز أقوله أنه دلوقتي حتى مع التريند الجديد ومع تفرغ الدولة المشاريع أكبر فالدعم هو المهم يعني أنا بقولك مثلا التجربة المغربية تجربة رائدة لي لأنهم عندهم مركز بيدرس الأعمال المقدمة وبيشترتوا أن يبقى فيه شركة إنتاج تخش تخش معهم يعني وبيدعموها بنسبة توصل إلى 50% وبياخدوا الأفلام دي تتعارض في كل المهرجانات وبتجيب دعاية للمغرب عظيمة جدا وبتجيب رأس مال لأن إحنا كمان هم عندهم إحنا عندنا ميزة مش عندهم إحنا بضعاتنا تصديرية هم بضعاتهم إلى الآن مش تصديرية يعني محلية بتتعارض بس في المغرب يعني فإحنا بضعاتنا تصديرية ومطلوبة إلى الآن برضو ما نستمين يعني ما نستنيمش لفكرة أنها هتفضل بضعات الصديرية لأن أنا مثلا أنا نروح تقولك حاجة محزينة شوية أنا كنت نروح الجزائر أو المغرب أو تونس أو لائك كل الأماكن فيها أفلام سيديهات لأفلام مصرية فيها سيديهات لمغنيين مصريين فيها كتب لأدباء مصريين أنا آخر مرة لقيت أن الحكاية دي تنقصت جدا وانزعكت جدا لأن ده معناه أن تأثيرك في العالم اللي هو في الآخر بيجي منه التأثير السياسي والتأثير الاقتصادي والانتعاش الاقتصادي كله بيتراجع وبعدين فيه أجيال جديدة يعني هتبقى موجودة هناك ممكن تنسى تماما تنسى تماما فيه ناس أنا عايز أقول حتى في الخليج يعني السينما الأمريكية طبعا هي سينما قوية بس احتلت احتلت الخليج بعد ما كان الخليج ده يعني الفيلم المصري ما يجي الدنيا تبقى حفلة يعني فعايز أقول إن استعادة هذه الأشياء ما هواش بس استعادة لروح مصر وضمرها وقويتها النعمة لكن اقتصادين هو مهم إنما قصر النظر بيخلي ناس تبص على إنها فاني ثينج يعني يعني إحنا فاضيين عشان نهتم بالسينما دم نهتم برغيف العيش مش صحيح إن ده أقل أهمية من دعلك يعني نهتم بلتنين أفضل نهتم بلتنين مش صحيح إنه ده أقل أهمية إنما وأنا بقولك اللي بيحصل في القرى المصرية الآن صور عظيم اللي بيحصل في حياة كريمة شيء عظيم وأنا مش عايز أبدا الفرصة دي تفوت يعني لابد أن نضيف له طبعا دور العرض وسهلة أسهل حاجة أسهل حاجة أنك تعمل مجمع ثقافي وعلى فكرة مش لازم الدولة اللي تديره يعني أنا اقترحت إن إحنا عندنا دلوقتي تجربة منظمات المجتمع المدني منظمات المجتمع المدني مش لازم تبقى مقتننة بالسياسة كمان يعني إحنا كان عندنا جمعية الفيلم حضرتك عارفة جوا وجمعية أنادي السينما القاهرة وكان في مركز ثقافة سينماية 36 ألف شلع شريف لو فكرة ده كان فيه سبع جمعيات بيشتغلوا ونعرض أفلام ففيه ممكن تتشاق جمعيات للمصح جمعيات للسينما جمعيات للموسيقى ودي الجمعيات دي هي اللي تدير هذه المراكز هي اللي تديرها فكرة جميلة آه كل جمعية تاخد يوم تدور المراكز يبقى فيه إشراف عام من وزارة الثقافة أو وتفر لكن اللي بيدير المركز بشكل نظام مش الحكومة عشان ما يبصش تاني ما يخشش في البيروقراطية تاني منظمات المجتمع فأنت أشركت الشعب فيه نقضته وبعدتي تماما عن فكرة التطرف والناتج فعلا عند الشباب وعند الصغار والكبار هيبقى مختلف تماما هيبقى مختلف تخيالي شكل القرية هيختلف تماما وهي فيها مكان الناس تقدر تروح تفرج فيها على سينما أنا في مرة زمان كنت في الخليج كنت أظن في دبي ودخلت مرة سينما هندية كان غريبة جدا يعني لديت الناس قاعدة على الأرض فسألت ساعتها كان صديق ليه اسمه أحمد العريان بقوله هو ليه مفيش سينماات هنا في الخليج كلام ده على فكرة يمكن أواخر التمانينات كانش فيه ولا سينما في دبي فقالي لأن الجمهور الخليجي الجمهور محافظ شوية فعايز ما يرداش يدخل بالسيدة وبتاع في قاعة العرض قلت له تم تعمل لهم حاجات تناسبهم تناسب ثقافتهم قال لي يعني ايه قلت له يعني فيه قاعة كبيرة للناس العادية داي وللشباب وكده اللي يقبالوا الفكرة وفيه بنوار زي بنوار المسرح ياخد أسرته معاه ويقعد يتفرج على الفيلم مع بعض قال لي فكرة هاي بعد سنة كان منفزها الولد ده وطبعا دلوقتي انتشرت دول العرض وانتشرت حتى لغاية ما تدوب الفوارق بين الرجالة والستات وعادات اللي لغاية ما تتغير هنقدر نعمل حاجات تناسب ثقافات الناس فالريف الأول ممكن يجفوله شوية عن فكرة ارتياد دور العرض بعد كده هتبقى جزء من ثقافتهم وجزء من حياتهم الحياة فكرة جميلة ولا بدنا من دعمها يعني اشتركوا في القناة